أعلنت وزارة الصحة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان إلى 1145 حاجا منذ عودة العمل في عيادات البعثة الطبية المصرية للحج وذلك بمقررات إقامة الحجاج المصريين في الفلادق السعودية بمكة المكرمة وبلغ إجمال إعداد الزيارات لاستفادة بخدمات العيادات منذ أول يوم التفويق للأراضي المقدسة إلى 17142 زيارة وأوضحت الوزارة أن الفرق الوقائية المتنقلة قد قامت بالمرور على 270 خيمة من خيام الحجاج المصريين وقدمت النصائح والإرشادات إلى ما يقترب من 5000 حاج وأشرت الوزارة إلى أن إجمالية دخول المستشفيات من الحجاج المصريين قد بلغ 27 حالة خرج منهم 16 حالة بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالاتهم ليصل بذلك إجمالية الحالات المحتجزة في المستشفيات حتى مساء أمس إلى 11 حالة فقط